السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة اليوم سنقوم إن شاء الله تعالى بتجربة فريدة في هذا المقطع الجذاب الخلاب وسنقوم بدراسة إحدى القصائد العربية العلمية النفيسة اللطيفة الغالية القيمة هذه القصيدة تسمى عنوان الحكم وهي كسمها مشتملة على الحكم الغالية والمواعظ الثمينة وينبغي للطالب المجتهد المؤمن أن يدرس هذه القصيدة وقد اعتنى بها وهو أديب شاعر ناثر فقيه محدث وسترون إن شاء الله تعالى كيف كيف تكون اللذة أرجو منكم أن تستمروا معنا إلى نهاية المطاف هذا الإمام قد ترجم له الإمام السعالبي في كتابه يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر فأطنب في مدحه والسناء عليه وهذا الإمام من أصدقاء الإمام المحدث الإمام الخطابي رحمه الله ومن تلاميذ ابن حبان البستي رحمه الله وهو من مشايخ الحاكم نيسابوري رحمه الله يقول الشيخ عبد الفتح كما ترون أمامكم الحق أنها قصيدة تفيض من نصح والهداية والتبصير مع العذوبة والفصاحة والجزالة ولا نطيل عليكم بل نأتي تواً إلى صلب القصيدة حتى نتمتع إن شاء الله تعالى جاءت أمامنا هذه القصيدة ومطلعها زيادة المرء في دنياه نقصان زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير خسران يعني إذا ازداد الإنسان من متاعي هذه الدنيا وزينتها وزهرتها وَنْهَمَكَ فِي جَمْعِ مَالِهَا وَأَدَوَاتِهَا وَرِيَاشِهَا وَأَسْبَابِهَا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ في دينه لأن الإنهماك في الدنيا يؤدي إلى نقصان في الدين إلى غفلة عن بعض الفرائض زيادة المرء في دنياه نقصان الحقيقة أن هذه الزيادة التي يفرح بها الإنسان إذا حصلت له هذه الزيادة في الدنيا ولو علم حق العلم لتجلى له أنها نقصان وربحه غير محض الخير خسران يعني إذا ربح الإنسان أي ربح في هذه الدنيا فإنه خسران إلا محض الخير يعني الخير الخالص الذي لا يشوبه شر المحض هو الخالص فإذا ربح الإنسان خسران بعض الشيء وهذا الشيء فيه خير وشر فهذا خسران أما إذا كان الخير خالصا فهذا نفع وهذه هي فائدة حقيقية وكل وجدان حظ لا ثبات له وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق فقدان يعني عمره العزيز وصحته القيمة وهذا الحظ سيفنا فهو في الحقيقتي فقد من نفسه وعمره وصحته يا عامران لخراب الدار مجتهدن بالله هل لخراب العمر عمران يا من يعمر هذه الدنيا الخربة هذه الدار التي ستأول إلى حطام وستنقلب خرابا يبابا فما فيا من يعمر هذه الدار الخرابة منهمكا مجتهدا فيها بالله قل لي هل لخراب العمر عمران هل ما يضيع من عمركا في تعمير هذه الدنيا هل سيكون له وعوه وهل هذا العمران عمران أم هو خراب يخرب عمركا ويضيع نفسكا فيا حريصا على الأموال تجمعها انسيت أن سرور المال أحزان يَا أَيُّهَا أَلْمَرْءُ الْحَرِيصُ الْحَرِيصُ عَلَى الْمَالِ الَّذِي يَلْهَثُ الَّذِي يَلْهَثُ وَرَبَّكَ انسيت أن سرور المال أحزان هل غاب عنك أن السرور الذي يحصل بالمال يَشُوبُهُ شَيْءٌ كَثِيرٌ مِّنَ الْكَدَرْ وَالْحُزْنِ وَالْهَمِّ وَالْغَمِّ ففي جمع المال هم وغم وفي إنفاق المال هم وغم وفي تقسيم المال هم وحزن وضيق وصاحب المال له أعداء كثيرون وصاحب المال سيواجه مشاكلة كثيرة في حياته زَعِلْفُ آدَ عَنِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا زَعِلْفُ آدَ عَنِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا فَصَفُوهَا كَدَرٌ وَالْوَسْلُ هِجْرَانٌ زَعْ هَذَا مِنْ وَزَعَ يَزَعُ وَقَدْ قُرِئَ دَعْ أي أُتْرُقْ قَلْبَكَ وَنَحِّ قَلْبَكَ عَنِ الدُّنْيَا أَبْعِدْ نَفْسَكَ عَنِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا وَاشْتَغِلْ بِالْآخِرَةِ فَصَفُوهَا هَذِهِ الدُّنْيَا إِنْ صَفَاءَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ صَفُوهَا كَدِرْ او كَدَرْ لِأَنَّهُ لَا صَفَاءَ لِهَذِهِ الدُّنْيَا وَالْوَصْلُ هِجْرَانُ وَإِذَا كَانَ الْوَصْلُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا فَهُو فِي الْحَقِيقَةَ هِجْرَانُ لِأَنَّهُ يَحْجُرُهُ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامُ الصَّدِيقُ الَّذِي لَقِيتَهُ وَصَادَقْتَهُ وَالْحَبِيبُ الَّذِي أَحْبَتَهُ سَيَحْجُرُكَ فِي يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامُ إِمَّا بِالْغَدْرِ وَإِمَّا بِالْمَوْتِ وَهَذِهِ اللَّذَّةِ الَّذِي حَصَلَتْ لَكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سَتَنْقَلِبُ سَتَنْقَلِبُ مَرَارَةً تَتَجَرَّعُهَا فَيَا أَيُّهَا الْحَكِيمِ أَرْعِ سَمْعَكَ أَمْثَالًا اُفَصِّلُهَا كَمَا يُفَصَّلُ يَاقُوتٌ وَمَرْجَانُ أَرْعِ سَمْعَكَ أي أَصْغِ إلى هذه الأمثال وجه اذنك إلى هذه الأمثال والحكم اَنَا أُفَصِّلُهَا وَأَشْرَحُهَا أَمَامَكَ كَمَا يُفَصَّلُ يَاقُوتٌ وَمَرْجَانُ كَمَا يُنْثَرُ الْجَوَاهِرُ وَالْدُرَرُ كَذَلِكَ هَذِهِ الْحِكَمْ وَالْمَوَاعِزُ الدُّرَرْ غَالِيَةً بَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَا أَعْطَانَا وَفِي مَا قَرَأْنَا وَنَفَعَنَا بِذَلِكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ